والسؤال الذي يأتي إلى ذهنك الآن يقول هل يجب أن يكون العامل أو الناصب للمفعول فيه موجود نقول لك غالبا يكون موجود ولكن هناك حالات يجوز فيها حثف العامل ويبقى المفعول فيه بدون عامل لأن ناصبه محذوف وأيضا هناك حالات يجب فيها حثف العامل ولبيان ذلك نأتي إلى الآتي حثف العامل جوازا أي متى نحذف هذا العامل أو الناصب جوازا لنعرف ذلك لنتأمل هذه الأمثلة قد تسأل فيقال لك متى قدمت فتجيب يوم الخميس انظر إلى هذه الجملة يوم الخميس هذه الجملة لا يوجد فيها فعل وجد مفعول فيه ضرف زمان وإذا ما تأملت لا يوجد العامل فأين العامل العامل محذوف جوازا لأنه دل عليه دليل من الكلام دل عليه ما سبق من الكلام متى قدمت فتجيب يوم الخميس أي قدمت يوم الخميس فحذف العامل جوازا لأنه دل عليه دليل اختصارا في الكلام وتجنبا للإسهاب إذا هذا مفعول فيه ضرف زمان حذف عامله جوازا لأنه دل عليه دليل بالنسبة لضرف الزمان أما في المثال الثاني كم سرت فتجيب فرسخين أي سرت فرسخين فحذف العامل وبقي المفعول فيه ضرف المكان لأنه سبقه في الكلام دليل عليه وهكذا يجوز حف الناصب للمفعول فيه إذا دل عليه دليل